ضمن الظروف الحالية التي نمرأ فيها من أزمات متتالية وآخرة كان كورونا غابت العديد من القيام والسلوكيات الإيجابية لدى معظم الناس واليوم ضمن شهر رمضان الكريم كيف ممكن نستعيد ولا وجزء بسيط من هالشي الإيجابي كيف ممكن ننطبق ونعززه عند الآخرين معنا هنا نيازي استشارية نفسية وتربوية رمضان كريم يسعد صباحكم وآهلا وسهلا بك رمضان كريم مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين رمضان كريم يا رب عليك وعلى عيلتك يا رب ينعاد عليكم بظروف أحسن شاء الله جميع يعني مثل ما بنقول دائما يعني زرف بشع وراء زرف بشع ولكن عمنا تخطابي بإرادة كتير قوية دائما منقول أنه صباح الطاقة الإيجابية كيف حلوة الطاقة الإيجابية يقولوا لك خلاص كل هالمصائف فوق راسنا وقصة عم تقولولنا طاقة إيجابية فخلينا نحكي أنه لا نحنا أصلا أريد أن نمتلك شيء إيجابي داخلنا وإرادة قوية لحتى نحنا يمكن صمدنا ولكننا صايمين بشهر رمضان وعم نعمل سفر برغم كل الظروف الصعبة خلينا نحكي عن هاي الإرادة الموجودة بداخل كل حدا مننا وهذا الإصرار والطاقة الحلوة تمام هلا إذا بنا نحكي من منظور نفسي دائما بيجي رمضان لكسر الروتين كسر الروتين بيعمل تجدد بيعمل إضاءة على جوانب بحياتنا نحنا مرأت بسرعة حياتنا ومرأت بظروفنا الضاغطة خلينا نقول فمع بالك قصة كورونا والتجدد اللي عملته بحياتنا كمان فبيجي هلأ رمضان كمان غير شكل عن الرمضانات الماضية والسنوات الماضية لحتى يعطينا نكهة جديدة لحتى يعملنا أنا بشبهها مثل دورة تدريبية لحتى نكسر هاي الألماط خلي أحيانا نسميها نحنا الأصنام الداخلية جواتنا هي المعتقدات والأساليب والطرق اللي احنا معتمدينها بطريقة وما منحس على حالنا هل هي صحية هل هي فيها شيء من الغلاط فهلأ حتى نجدد بحياتنا دايما لحتى نحنا نرجع للقيام خلينا نفهم جوهر رمضان أو خلينا نشرح لأولادنا كيف رمضان شو الغاية منه أكيد ملغاية منه لا جوع ولا عطش حتى دايما لما نسأل الأولاد نحنا ليش منصوم شعال نحس بالفقراء طيب خير إن شاء الله الصيام أعمق من هيك بكتير الصيام مثل ما تفضلتي هو لغرس القيام إذا بدنا نحكي بمنظور نفسي في هرم ماسلو بيجي بقاعدة الهرم هو مسلس قاعدة الهرم هي بتشمل الاحتياجات الأساسية من غذاء من شراب من نوم كل هذه الاحتياجات اللي كل العالم هنا بيحاجة إلى من بعد مننا بيجي عنا الدرجة الأعلى هي الإحساس بالأمان فنحنا لما بنشرح لأولادنا الابتعاد عن الاحتياجات الأساسية اللي هي الطعام والشراب اللي فيه إلنا غاية فيها هي العبادة وبكل الأديان فيه صيام كل الأديان مضبوط فأنا ابتعادي عن الطعام والشراب بشروط معينة إلى وقت معين هي شيء من الارتقاء بيهرم الاحتياجات الإحساس بالأمان بيكون فيه علاقة بيننا وبين رب العالمين إنه أنا هلأ ممتنع ولكن فيه إلي الفطور إلو وقت معين فهي بتعطي قوة نفسية وبتعطي القدرة على الصبر اللي كثير نحنا تربويان بحاجة إنه نعود ولادنا على هذي المساحة إنه ممكن شيء حتشته أو حسيت بالاحتياج الداخلي فورا بالدكية فهذا تدريب نفسي تربوي كل ما دربنا ولادنا عليه كل ما طلعوا شخصية ناطجة شخصية غير معتمدة شخصية بعيدة عن الإدمان فهلأ نحنا طلعنا للدرجة الثانية الدرجة الثالثة اللي حضرتك عم تحكي عليها اللي هي العلاقات كثير من ركز إنه الصيام الإبتعاد عن الإشياء المتاحة والحلال والطيبة والملزات كلياتها ما له رب العالمين بحاجة لهذا الجوع إذا ما كان مرافق إليه الاحترام للآخر اللي هو الدرجة الثالثة العلاقات اللي بدي يكون فيها لطف بالعلاقات احترام للكبير وعطف على الصغير وإلى أنا خرقت جوهر الصيام أنا هيك الصيامي ما له مقبول شو رب العالمين ما يعمل بجوعنا مثلا إذا أنا هذا الامتناع ما عم يكمله علاقة طيبة إحساس بالآخرين يعني اللي من بينها إنه قديش هذا المحتاج خصوصي بهذه الأوضاع بهذه الظروف الصعبة قدي أنا بيكون في عندي لطف أقل ما يمكن أقل ما يمكن ما شارك صور الأكل مثلا أقل ما يمكن هاي النقطة قديش مهمة على جد أن نركز علي على الإستوريات على الفيسبوك على الإنستغرام حتى على الواتساب أنه نحن عاملين أكلة ومدرشوا بجوز هي تكون صورة أصلة للنات يعني أنه في عالم فقرة ما أعطاكم فالإحسان ممكن أشخاص عندهم الإحسان بقمة الإحسان فهنا عندهم قدرة على الإغضاق والإعطاء والحمد الله أنا عم شوف بعيني أن الحمد الله ما شاء الله الشام مشهورة بهذا الشيء فالإحسان على القليلة يكون بلطف ليس على القليلة المفروض يكون بستر لكرامة اللي يأخذ هذا الشيء ما نحكي ما نمنين أقل الإحسان أني ما شارك صور الأكل على وسائل التواصل الاجتماعي هاي من العلاقات هاي بزرعة بولادي ماما حتى لو الأكلة أنت حابب تحطها أو تشاركها لرفقاتك بركي غيره يعني ما له متوفر أو مش تهيها الأكلة وما بيقدر يجيبها كل هاي قيم أنا عم أغرسها بأطفالنا خلينا بما أنه عم نحكي على القيم والمبادئ اللي لازم نعلمها لأطفالنا نحكي عن فكرة سكبة رمضان يعني هاي الفكرة نحنا كبرنا عليها برمضان وبغير رمضان ولكن برمضان خصوصا دائما في سكبة للجيران يكبروا مع هاي الفكرة خلينا نحكي عن هذا المنطق أديش حلوك هلأ ما بتتخيلي أدي هذا السلوك البسيط أنت شو عم تزرع بابنك قيم أنت شو عم تساعد ابنك لينضج شو عم تساعد قريت اليوم عبارة أنه أنت اللي تكون أقرب لرب العالمين عيش إنسانيتك فأنت بتكون أقرب إلى رب العالمين أدي هذه المشاركة نفسيا هي نضج لما أنا عم قدام بدون مقابل ولكن بزرع بابني أنا عم أعطي مالي ناطر السكبة اللي بدا تجيني تمام؟ كل هاي القيم شغلات بسيطة ولكن عزيزتي هي بزور بس لا يشد عودة الطفل ويكبر هي حتكون مثال للأخلاق الكريمة مثال للعطاء للتعامل مع الآخر بدون مقابل خصوصي إذا الأشخاص أنا دائما بسميها أنه المحبة من الله ولكن أخلاقياتنا بالمفروض تكون مع الكل بجوز أشخاص وأولادنا ما كتير طيبات معهم أو ما كتير بينسجموا معهم معلش سكبة رمضان هي ماما لوجه الله تعالى هي من باب الود هي من باب حفظ العلاقات الطيبة العلاقات الإيجابية يا عيني عليكي فترة لحتى نتوافق ونتصالح أكثر ذكرتيني نحن لما نحكي بالنضج بالمجال النفسي أن الطفل لما يكون من عمره السنة للسنتين هو يفكر حاله مركز الكون متطلب وكل شي بيجي لعنده وشو ما طلب هو يحصل عليه ولكن ما بيقدم شي للآخرين منشوفه بأطفالنا حتى لعبته بيستأثر فيها هو من السنتين للأربع سنين بيبلش العلاقة تبعا يلعب بالطابة فبيزدتها مقابل تزدتينها فكتير بينبسط قالوا ضروري أنه يجتمع مع أطفال جيله بهذا العمر لتنمى عنده هذه مهارة العلاقات لكن الأرقى والأجمل أنه من بعد الأربع سنين خمس سنين نحن نعلم أولادنا على العطاء بدون مقابل وهي الشخصية الناضجة اللي بتشوفها نحن أحيانا مصل لمرحلة النضج وملاقي أشخاص ناضرين علاقاتهم يا كل شي بيحضر لعندهم بس هنا ما عندهم استعداد يقدموا شي أو شو تعطيني بعطيكي بشوف شو في عندك مقابل هذا الألعاب ما في تقرب عليهم هذا الألعابك بقرب عليهم انت مثل ما بالدكتار فهو حاسبة نحن نحكي بالرشد بس هذا التأسيس من التربية بس مين الأشخاص اللي نحن نعرفهم بإخلاقهم كريمة نعرفهم بتأثيرهم اللي وجودهم الإنساني عما يفوح حطره هن الناس اللي قدران تعطي بدون مقابل اللي انت قدران تتسامحي مع هذا الشخص وانت بنفس الوقت مالك نوترا منه الشي قدراني تساعدي شخص بوقت من الأيام ما كان سندك وما ساعدك بس انت عم تساعدي للارتقاء الروحي هون أنا وصلت لتقدير الذات للطبقة الثالثة الدرجة الثالثة تقدير الذات كمان منشوفه برمضان أنا لما عم قدر أطفالنا بصيامه ونعم ندليلهم شوي بكاسة عصير وبالأكلات اللي بنقدر نقمن لهم يا ابن اللي بيحبوها فحصل على تقدير الذات الدعاء المستجاب أثناء الفطور أرجيهم انه رب العالمين مقدر استيامك ومقدر هذا الامتناع اللي انت عشته وفيه إلك مكافأة انه دعاءك مستجاب شوف أنا أولادي لمين عم تدعي عم تدعي لرفقاتها عم تدعي بالخير للامة عم تدعي بالخير للبلد بشكل عام فأنا هون زرعت قيم كتير كبيرة ولا عم يدعي لحاله بأشياء بسيطة بأشياء مادية لازم دعاءكم صوت عالي؟ حر هو حر فكرة الضغط على الطفل بالصيام بالدعاء أو شي كيف نحنا فينا نكون أقرب نقرب الفكرة من أي عمر لازم نبلش نفهمهم المبادئ وخاصة من عمر ثلاث سنين بيقدر يفهم بس طبعا مو الامتناع نحنا نفهمهم جوهر الصيام إذا ابني صحته رئيه أو ما خرج يتحمل مشاق الصيام ممكن نعطيه الصيام التدريجي لكن أنا عم أعمله قوة إرادة من بعد منه أنا فهمه جوهر الصيام كان ابني صغير وما خرج يصومي جسمه كثير ينحيل لا ضرر ولا ضرر أصلا جوهر الصيام لا ضرر ولا ضرر يقول له صايم فهو يخجل لما يسأله صايم يقول له أنا صايم عن المشاكل فهي جوهر الصيام لا أذى فأنت مالك قدران تصوم جسديا بس روحيا قدران تصوم هو أني ما أنا أعمل مشاكل ما يكون فيه إساءة للآخرين على قليلة قدم المساعدة فهنا صايمين فأنا بقول له أنه طالما أنتوا عم تساعدونا وفيه إيجابية بالتعامل فأنتوا صايمين عم تودوا سكبة مثل ما تفضلتي ضيافة عم تساعدوا حدا ضعيف فأنتوا هذا ميزان حسناتكم الدعاء فيك تقليلون رب العالمين تقديرا لصيامكم ولتعبكم فيه لكم لحظة مستجابة قبل الأدان فيكم تدعو تطلبوا من رب العالمين اللي بتكون ياه كثير إذا شاركونا ياهن حرين إذا شاركوا أو لا بس إذا شاركونا أنت تعرفي الاحتياجات عند أولادك شو هيه وبتعرفي مستوى عمق تفكيرهم ومستوى الخوف إذا عم يدعوا بشي لأنه هو الأمان الدعاء هو الأمان فنغرس فيهم هذه القصة فكتير حلوة من بعد منا إذا حققت أنا بهذا الصيام هذه الدرجات ونقلت من الاحتياجات الأساسية للإحساس بالأمان مع رب العالمين اللي هو كتير أساسي وكتير مهم أني أنا أرجيهم أن رب العالمين ما بدا يجوعنا وما بدا يعزبنا هو بدا يعني نرتقي هو بدا يعني نكون أقوى شو بدك أكثر من أنه برا أثبتوا أنه الصيام صحيا للجسد بعد مننا العلاقات ماما إذا في إساءة فما في داعي هذا الصيام ما له قيمة قيمة روحية فهو فقط امتناع بس هو لازم يرتبط مع العلاقات الطيبة فهو هذا جوهر الصيام من بعد مننا تأدير تأدير الذات هي الدعاء المستجاب قبل الفطور شو بدك أحلى من هيك بعد مننا هي تحقيق الذات هذا بسموه السموه هو برأس الهرم لكي نلاقي قلة قليلة اللي بيعرفوا جوهر الصيام قلة قليلة اللي بحسوا برمضان تفتح لمكمونات روحانية وبتلاقي نعكس على سلوكياته نتغير أين المفروض يتغير هذا الشيء نشوفه بآخر رمضان لما بتلاقي قلبك صار أكثر رحمة نلاقي صارنا أكثر قدرة على استيعاب الآخرين بكل أنماطهم بكل أحيانا أخطاءهم بما في أخطاءنا نحن نكون أكثر رحمة مع ذاتنا نعم يعني بالخطام بدنا نقول أنه ظروف صعبة عم تمرؤ في غلاء بالمواد اللي عم ناكلها كل يوم جدا جدا من خدار من فواكي خلينا نكون نعم نطلع على الشق الروحي أكثر وعلى القيم اللي حضرتك اليوم ما حكيت عنها تماما لأنه ما بنا نحمل أيضا أطفالنا هذا اللعب خلينا نحن نتحمله وبلا سبع وجبات خلينا نعمل وجبة وحدة قدر المستطاع والسكبة تكون حسب نيتك مو حسب الدسامن تماما بدنا نتشكرك كتير ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم يا رب شكرا إليك شكرا إليك